دولة الكويت تتمتع بتجربة ديمقراطية متميزة حيث يلعب البرلمان دور قوي في ترسيخ معالم هذه التجربة ورسم معالم التنمية في الكويت على الصعيد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي نفتخر ونتغنى بهذه الديمقراطية في الكويت التي تنعكس بسلوكيات مختلفة وانا عندما اتحدث عن الديمقراطية انا لا اتحدث عن الديمقراطية السياسية فقط على اساس ان الديمقراطية هي حرية الكلمة انا اتحدث عن الحرية المعطال للانسان الكويتي في مجال الحياة الاجتماعية في مجال الحياة السياسية وفي مجال الحياة الاقتصادية هي حرية واضحة حددها القانون وأعطى مساحة كبيرة للمواطن فيها ولذلك أجب أن نفتخر بهذه الحرية بهذه الديمقراطية في المجتمع الكويتي البرلمان الكويتي أول تجربة ديمقراطية في دول الخليج العربي وذلك يعكس تطور الحياة الثقافية والفكرية التي اتسمت بالنضج في كافة جوانب الحياة أقرار الحقوق السياسية للمرأة كاملة في 16 مايو 2005 ومنذ ذلك الوقت والمرأة الكويتية تبارس حقها وتقوم بواجبها سواء التشريعي بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بالترشح لأضوية مجلس الأمة وكذلك بتولي المناصب الوزارية المرأة الكويتية في الحياة السياسية عكس أيضا الصورة الديمقراطية لدولة الكويت وأبرز دور ومكانة المرأة في المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا دلال أبو الحسن تلفزيون دولة الكويت